في الأجواء الدولية مظاهرات في عدة مدن أمريكية تنديد بعنف الشرطة ضد السود وأوباما يقطع زيارة خارجية لاحتواء أجواء التوتر عاقب حدثة دالس ومزيد من حوادث إطلاق النار هذه أبرز عنوين الأجواء المتوترة في الولايات المتحدة الأمريكية نتابعها في هذا التقرير ألاف الأمريكيين خرجوا إلى الشوارع في مدن عدة بمظاهرات سلمية خلت من العنف للتنديد بقتل الشرطة لاثنين من الرجال السود بالرصاص بعد يوم من قيام مسلح أسود بقتل خمسة من ضباط الشرطة خلال مظاهرة مماثلة بدلس في ولاية تكساس كانت تندد أساسا بقتل الشرطة لرجلين من السود يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الأمريكي أن الشخص الذي قتل أفراد الشرطة الخمسة في دلس كان عاد إلى البلاد من أفغانستان بعد أن اتهم بالتحرش الجنسي بامرأة ووصف بأنه وحيد وتابع لجماعات سوداء مسلحة تنادي بحقوق الأمريكيين السود الشرطة الأمريكية من جهتها كشفت عن تعرضها لإطلاق نار في ثلاث ولايات يومي الخميس والجمعة لأسباب قد تكون مرتبطة بأحداث دلس الأمر الذي أسفر عن مقتل امرأة وجرح عدد من عناصر الشرطة والمدنيين أجواء متوترة أعلن في خضمها البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيلغي زيارة لإسبانيا بهدف العودة إلى البلاد والتوجه إلى دلس للعمل على جمع الأمريكيين لدعم الشرطة والمجتمع وإيجاد أرضية تفاهم عبر مناقشة إجراءات سياسية تعالج الفوارق العنصرية الكامنة في منظومة القضاء الجنائي على حد قوله